تقال والله لا تبرع بالفرياء يا زين يا زين يا زين الله يحفظه الله يفق ذاك الوين آمين طيب اليوم العنوان اللقاء وشه راتبك يسعد اليتيم وضعوها الجمعية كعنوان وانا وجهة نظري يعني لانه الرواتب كانت البارح صح ولا لا شباب اكتب بعض راتبك ما هو راتبك لكن هو جزء من راتبك يعني صيغة فيها مبالغة نوعا ما لكن عندنا نقول مالك يسعد اليتيم جزء من مالك يسعد اليتيم انت ترافق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كهتين يا جماعة الموضوع لش ما نستشعله يعني انت تقول يا ربي صلي على محمد وعلى لي محمد كلما ذكر عليه الصلاة والسلام كلما خطب الخطيب او القى محاضرة شيخ او داعية تدمى عيننا حينما نتحدث عن الرسول وعن وفاته وعن تلك الساعة في رحل عليه الصلاة والسلام تدمى عيننا ونتمنى ان نكون معه بجواره في الجنة اليوم احنا نقول الرسول اختصر الكلام كله وقالك في اليتيم تعال معي في الجنة وخوي مرافق له 300 ريال بطاقة عبور انصحة التسمية الى الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا الامر صعب والله لا احنا نروح يا اما سينما يا اما حفلة يا اما مناسبة يا اما عنية في زواجه ونعم وما عندك مشكلة والله يبارك لك رح لكن يا جماعة بطاقة عبور انصحة التسمية الى الجنة ومرافقة حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم في الجنة كهتين بمبلغ مثل هذا 8000 واحد منا من الان يتوكل على الله رواتبنا انزلت واللي ما عنده راتب رجل اعمال الله يزيده من الخير يبارك له وانا سمعت مرة حديث او عفوا اية من كتاب الله سبحانه وتعالى ستذكرها بعد شوي يتكلم احد العلماء والمشايخ بانه الناس اللي حتى ما عندهم مال من يذكري بالاية نسيتها سجدت المقفى عندي في الجوال يقول انفق انت فيعطيك الله حتى وان كان ما عندك فلوس انفق مو بشرة تنفق 300 ترى ريال عشرة ريال مئة ريال بحسب قدرتك واستطاعتك جمعية عروة الخيرية عندهم هالوقف باقي 8000 واحد فقط من 300 ريال يكتمل هالمشروع ابو عبدالله جمهورك ولا جمهور بداية لا والله لا جمهور لماذا نزل الجوار كمل مع جمهورك جمهوري وجمهور بداية اصل انا لو اضمن بس 5% من جمهور بداية يتابعني كان خذيت ترند عليكم كل موقع هذا جمهور عظيم هذا جمهور قدرت تبلح لانا وقاف بكثر من 200 مليون وش فيكم انتم احنا هنا بس الناس يمكننا مشغولين يمكننا بلاكم بيدونك ما يلهي الثاني لك كبرى شنو والله هنعانو عكم عمري ذا الحي ما عمري من يوم خلقا يالله سمعتن فيه وقف ما اكتمن ولا جمعية وقفت والله ما توقف لان الخيرون والخيرات في كل زاوية صحيح اذكر مرة يا ابو عبدالله على طاري الجمعيات وحنا الان نتكلم عمل يونين و 500 ألف تقريبا اللي هم 8000 واحد من 300 يلال يكسم الوقف خلال خمس دقايق يا عرب فيه لقاء من اللقاءات كان في العشر الأواخر في رمضان وكان معي الشيخ طلال دوسري وكان معي غرم العمري وكيل لعبين وكان معي خميس زهراني لعب نادي الاتحاد ومدخل السعودي المهم كانوا فيه لقاء المهم علننا باقي على الوقف تقريبا 6 مليون ويكتمل في العشر الأواخر في رمضان في مكة تجمعنا كانت تذكر ناصل مكة تجمعنا ذنين المهم متصل متصل سلام عليكم قال كم تبقى من الوقف شف يا أخي قلنا تبقى من الوقف 6 مليون و 7 مليون أناسي قال كملته على بركة الله الله أكبر الله أكبر 6 مليون و 7 مليون من هو الرجال يا جماعة يكن ترون قال هذا واحد من أهل الشرقية اسمه فلان بفلان بفلان بيض الله والمشاشي يختلال الدوسري يبكي ويسجد شكر والحضور يسجد شكر ويسجد شكر يا ربي لك الحمد سخر الله لمثلي هذا الوقت هذا الرجل رجل الأعمال الذي ينفق وهو منذ ما قابا عبدالله الرجال ما جاسم تكين الآن يقدر واحد منهم مليون و 500 و انتهى الموضوع ألمو خني كمل خني كمل خني كمل قصة محنصت ألمو الرجال الله يذكره بالخير و أحيانا نقول الله لا يذكره بالخير و ما سوى قفل جواله ورّط الجمعية و وقفت حلقات الجمعية في القناة ولا عاد استفادة تذوب يحقم يحقم أقولي الله العظيم أنه دعاناله حنا اليوم نقول نداء الله الخير ترى أنا أقول أنا وأيد أحيان وأحيان يتعاطف مع الجمعية و أريد رجل عمان يقفلها و أحيانا نقول و أريد أن الناس يشاركون بالمبالغ القليلة نعم يعني الآن شاهدنا أكثر من 8000 مئات ألاف أو ممكن مليون و زيادة أو أكثر يعني 8000 و 1 نبيهم يا جماعة اليوم نبيكم ترافقون محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة بس هذه رسالتنا باختصار من 100 ريال براتبك من 100 ريال ولا 100 ريال نعم نحن اختصرنا قلنا 8000 و 1 من 300 ريال من كان الرواتب انزلت في البارع أقل واحد مننا بيبقى معه و راتبها 3000 و لا 2000 حط 10% أو 5% منها 300 و لا 150 و روح عنا نبينا أفرح اليوم قلنا 8000 و 1 من 300 يكسب من الوقت عطونا اتصالاتكم وتمرعاتكم و أعلنوا وتمرعاتكم شجعوا الناس إن تبدو الصدقات فنعم ما هي و أيضا تمرعاتكم عبر حساب الجمعية موجود أسفل الشاشة و الكود الآن صوروا روحوا التطبيق و المتجر الخاص فيهم و حساب قناة بداي مغرد و حساب الشخص مغرد في تويتر و حساب الجمعية مغرد كذلك الروابط موجودة توكلوا على الله و بنفرح اليوم و ألا ما نفرح ناصر الحربي